وإلى بغداد حيث جميع اللقاءات والحوارات مخصصة لإشكالية جاسة التصويت على رئيس جديد للبرلمان وكيفية الخروج من هذا المنعطف المهدد لاستقرار ائتلاف إدارة الدولة وعدم حاجة السودان إلى أزمة دستورية جديدة فمن جهته عبر القياد في حزب تقدم زياد الجنابي عن تفاؤله بتمكن مرشح الحزب شعلان الكريم من الفوز برئاسة المجلس وأقال إن النتيجة واضحة فور تحديد موعد الجولة الثانية للتصويت وانتقد قرار تعديل النظام الداخلي للبرلمان وإعادة العمل بتعريف هيئة الرئاسة بدل الرئيس ونائبيه موضحا أن توقيت الإعلان عن التعديل حالة دون تنفيذ قرار انسحاب العساوي لصالح الكريم قبل بدء الجولة الثانية للتصويت وأضاف الجنابي إنهم ينتظرون تحديد موعد الجلسة حيث النتيجة واضحة لشعلان الكريم وستزيد الأرقام التي حققها في الجولة الأولى وحول الفيديو المنشور له فأن الشيخ شعلان دخل المساءلة والعدالة والبرلمان وسبق الجميع بالتجربة لذلك ليس هناك أي إشكال قانوني عليه اشتركوا في القناة